السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبابي عاملين ايه وحشتوني جدا جدا يا ربي تكونوا دايما بثيروا بأحسن حال وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكم على الامة الاسلامية جميعا احنا هنخزن مع بعض النهاردة التوم المفروم بطريقة سهلة جدا علشان لا تقشري بقى ولا تتعبي نفسك فيه ناس بتحبوا فرش عادي ان هي تجيبوا وتقشر وتعمل وبرضو مافيش مشكلة بس عايز اقولك ان الفرم دوت بيبقى اكله زي وزي الفرش بالزبط والله ما يختلفش عنه حاجة بقى لي كذا سانة بعمله بنفس الطريقة دي وحلو جدا معايا وبيبقى مفروم نعم وكويس جدا اول حاجة كده احنا بننضف التوم بتاعنا طبعا بنشيل الطبقة الخارجية القشرة اللي بتبقى مترابة ديت وبعد كده بنفتح التومية كده بالنص بيبقى فيها كده زي عصايا كده ناشفة لونها ابيض طويلة دي اللي بنشيلها من التوم بنرميها ما بنعملش بيها اي حاجة تمام وبعد كده كل القشرة الابيض اللي بتطلعين من على التوم دول بتفضلي تشيل القشرة الابيض ده لحد ما يبان لك في صوص التوم انت مش بتقشري التوم لأ انت بس بتقشري القشرة البيضة دي كبيرة دي اللي انتو شايفينها اللي انا مسكتها دلوقت دي لحد ما القشرة لحد ما التوم بس كده يبان معاك اهو زي ما انتو شايفين كده تمام انا استنى اللي فتت عملته معاكو هنا كده في المفرومة دي اللي هي بتاعت اللحمة المفرومة او البسكوت طبعا يعني معظم هتلاقوا معظم امهاتنا عندها المكنا دي او الجهاز ده فانا كنت بعمل عليها كده لتوم المفروم بحطه بعمل بأدية اه وكان بيفرومه ناعم جدا وحلو جدا وان شاء الله كان بجد جميل جدا اه لكن بقى استنى دي بإذن الله هنعمله في الكبة علشان اللي مش عنده المكنا دي تيقدر برضو يخزنه بكل سهولة في المفروم بالكبة برضو هيسهل عليه جدا طبعا الكمية اللي انت عايزيها ونضفيها بقى كده دي ما انت شايفة كده نضيفة وحلوة كده والقشرة هنشيلها طبعا مش نرمي القشرة الأبيض دوت احنا بنحمصه وبنعمله توم بودرة فهسيب لكو برضو لينك بتاع التوم البودرة اللي هعملته معاكم هسيبه في صندوق الوصف هسيب لكو لينك بتاعه في صندوق الوصف اللي هو الديسكريبشن يعني تمام هتدوسوا على علوان الفيديو ده هيفتح صندوق الوصف معاكم كده هتلاقوا اللينك بتاع ازاي نعمل التوم البودر من اشر التوم الأبيض طبعا النظيف فانا بدأت هنا كده بقى احط التوم طبعا زي ما هو متنظف وشايلين الراس بتاعته من فوق وشلنا الاشر كده لحد ما الفصوص بانت وبأحط كده كمية بعد بنص الكبة يعني عندي وببدأ ان انا افرمها كده وطبعا بين وقت والتاني انا بفتح الكبة وبنزل كده بالمعلقة السيليكون الجوانب علشان اتأكد ان كله تفرم معي وبقى ناعم جدا جدا هتعرفي منين هو بقى ناعم طبعا افتحي عليه وشوفي عليه بس بتلاقيه كده تقل معيك وخلاص اللي هو المكانة مش هتلف او بتلف بصعوبة شوية ان انت لازم تنزلي الجوانب كل شوية وبتلاقيه بقى ناعم كده وماسك في بعضه يعني هتلاحظوا دلوقتي وهتشوفها وليكو كل حاجة يعني هو كده بصوا انا بقلب لسه عايز يتفرم شوية كمان اهو بصوا ووصل كده يعني تفرم ثلاثة اربع كده فوضله ايه حبة كمان طبعا انا جهزت بقى الكمية كلها اللي حابب ان هو يفرمه يفرم دلوقتي قبل ما يقعد فترة وطبعا والورق بتاعه وينشف فيبقى سهل كده ويتفرم وهو طري معاكو مفروض يعني يتفرم وهو طري كده ما نستناش عليه لحد ما ينشف خلاص فهو دلوقتي هتلاقوا الكيلو بثلاثة ونص وباربع وبخمسة على حسب الاماكن اللي انتوا فيها فهو رخيص جدا في الوقت ده بصوا كده الكابة تقلت معايا ازاي بصوا لتم شايفين السلاح بتاع الماتور ما كانش بيلف كده بسرعة قوي يعني بس كده خلاص بصوا انا هو كده تفرم دي كده اول حبة انا فرمتهم طبعا بقلب كده بشوف هل عايز يتفرم تاني او لا طبعا لازم متأكد بس هو مفروم كويس جدا ما شاء الله انا هفضي بقى هنا كده في الطبق و هنبدأ برضو نعبي نص الكابة تاني واشتغل بنفس الطريقة بصوا شايفين على المعلقة عامل ازاي فتفيد كده زغانطوطة خلص حلو جدا هيسرع عليك جدا جدا وقفت المطبخ ان انت جيبي كده من الفريزر على طول كده التوم وتشتغلي على طول في الحاجة اللي انت عايزيها بقى في تدبليد سمك في طاشة ملوخية توم عتس طاشة للعدس اي حاجة بصوا التوم دوت احنا بنستخدمه في حاجات كتيرة جدا جدا في معظم الاكلات هنا كده بقى انا كنت خلاص فضيت اول فرمة في الكبة في الطبق جنبي هنا كده وبعد كده هبدأ ان انا اخد شوية برضو و احط نص الكبة تاني نعبيها عايز اقول لكم بصوا بيفضل لونه ابيض كده انتوا شايفين هو بعد ما اتفرم لونه ابيض ازاي والله يا جماعة بيفضل كده في الفريزر لونه ما بيغيرش خالص 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 طبعا لازم تحطيه له في الاخر بنحط له شوية من الزيت و شوية ملح عشان كمادة حافظة لي تحفظه كده و دي اللي بتحافظ عليه و بتخليه ما يغيرش لونه خالص و في نفس الوقت برضو بتخليه يبقى يعني هو بيجمد او معاكي في الفريزر بس لما تيجي تقطعي منه بتقطع بكل سهولة مش محجر بقى كده و ناشف او ان انت تبقي مستنية ان هو لحد ما يفك كده شوية عشان تعرفي تقطعي من الكيس او تدقي على الكيس كده بالسكينة والهون علشان تكساري الكيس لأ ما فيش الكلام ده خالص خالص هتلاقيه عادي ناشف مجمد معاكي في الفريزر و كل حاجة بس اول ما بتيجي تاخذي من الكيس بيتقطع معاكي على طول كويس جدا زي ما انتو شايفين هنا كده برضو انا حطيت نص الكمية في الخلاط يعني علشان او عرف اقلب علشان ابقى شايفة كويس اتفرم علشان ما يغلبنيش في الفرم و يتفرم بكل سهولة معايا ما يبقى تبقاش كمية كبيرة كده و مش عارف اتحكم فيها لأ تبقى كمية كده نص الكمية و برضو هتخلصي بسرعة بإذن الله يعني مش هياخد معاكي وقت خالص زي ما انتو شايفة كده بوسي هتلاقي دلوقتي كل ما بيتقل كده على السكينة كل ما بيبقى خلاص قرب ان هو يتفرم كويس جدا جدا و بيكون خلاص كده هو بقى ناعم خالص القوام اللي احنا عايزينه يعني زي ما انتو شفته كده دلوقتي كان بيلف كده بصعوبة فخلاص هو كده تفرم معايا كويس جدا فبفضي بقى و هفضل بقى كده بعمل نفس الكمية كلها بنفس الطريقة كده لحد من خلص الكمية كلها طبعا الكمية هتخلص معاكي بسرعة جدا الكبه هتصهل معاكي عملية الفرم لو عندك المكنة اللي هي بتاعت اللحمة او اللي هي بتاعت البسكوت بس طبعا متغيري الوش بتاعها الوش الفرم يعني هتسهل عليك برضو بس هي الفكرة ان هي بتاخد وقت معاكي شوية ان انت بتحط كمية بسيطة في الجهاز من فوق زي ما وردتكم في اول الفيديو لان المقطع دو كان من الفيديو الاولين اللي احنا عملناه سنة اللي فاتت بتاع فرم التوم فهي بتحطي كمية بسيطة من التوم وتفضل يتليفي باديكي كده بالمكنة لحد ما تفرمي فالكب هتسهل معاكي جدا من غير لا تتعيب ايديكي ولا توجاع ايديكي ايه وهيبقى سهل جدا انا هنا كده كنت فرمت الكمية كلها غيرت ايه الطبق يعني علشان لقيت الكمية بقى كتيرة كده معايا ما شاء الله والطبق ما كفاش فغيرت هنا كده الطبق وحطيت شوية من التوق الملح وشوية من الزيت مش كتير خالص يعني حوالي 3-4 معالق كده من الملح وبردو حوالي ربع كوباية زيت كده حاجة بسيطة مش كتير برضو ودوت اللي هيحافظ لك على التوم ان هو يفضل ابيض كده دي ما انت شايفة كده في الفيديو وفي نفس الوقت لما تيجي تقطعي من الكيس في الفريزر مش هتلاقيه ايه صلب ناشف كده ان انت مش عارفة تقطعي لا هتلاقيه بالعكس بتقطع معاكي لو جتي ضغطي كده عليه بالسكينة بس هتلاقيه اتقطع معاكي لو كصرتي كده بيقديكي في الكيس هتلاقيه برضو اتكسر كده الحتة اللي انت عايزيها طبعا تقدري بقى ايه انا هقلبه كويس جدا كده في الاول وبعد كده هقولكو هنشيره في الكيس ازاي انا قلبته كويس جدا ودلوقتي هنحطه في الكيس مع بعض عايزة تحطي بقى الكمية اللي انت عايزيها براحتك انا حبيت حطي كمية كتير في الكيس علشان ما بقاش عملت الكيس كتير في الفريزر وتبقى طبقات كتيرة كده فوق بعض ايه يعني علشان نوفر مكان في الفريزر شوية بس دي ما انت شايفة كده احنا هنحطه كده كويس جدا في الكيس ونبططه كده نسويه في الكيس كويس جدا وبعد كده تتني الكيس كده 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 تانية اللي هي الحتة الفاضية وبس كده هيبقى معاكي بالشكل دو تحطيه في البقى في الفريزر تحتفز به تاخذي منه زي ما انت عايزة هيفضل لونه كده ابيض وحلو ومش هيغير لون معاكي اه بدل بقى ما تروحي بقى تشتري التوم مفروم جاهز وتلاقيه بقى غالي 3 اربع اضعاف اه سعره تمام لا انا وفر على نفسي واشتريه بالسعر اه قليل واشتري الكمية الكبير اللي انا عايزيها وافرمه في البيت وبقى كده ما كلفتش نفسي اه حاجة وما كلفتش نفسي فوق طاقتها لان هو اصلا ما بياخدش وقت في الفرم يعني الكمية ذي كلها يعني بالضبط حقدت معي حوالي نص ساعة بس تمام مش كمية يعني تاخد ان هي وقت كتير ممكن بقى تخزنيه بالطريقة زي ما انا وريتكم كده تعمليه اه بخلة عصاية الشيش توك او بظهر السكينة زي ما انا ما عملت كده مربعات انا مش هعمله كده بس انا بوريكي يعني انا هرجع الكيس اللي انا عملته مربع ده انا هرجعه عادي هساويه عادي يعني يبقى توم عادي اه كيس عادي متساوي عادي زي بقيت الكيس التانية لكن لو انت حابة تسهلي على نفسك وتعمليه مربعات كده ان انت تكسري المربع اللي انت عايزي حسب استخدامك يعني برضو هتسهل عليك مفيش مشكلة حسب استخدامك انا بقول ولكن انا مش مش عايزي كده لان انا زي ما قلتلكم هو اصلا بتقطاعي من الكيس بكل سهولة ما بيبقاش مجمد معاك كده وصلت بناشف لا بتقطاعي بكل سهولة لما بتجي تخراجي من الفريجر لو بسكينة كده ضغطي عليه بتقطاع مش ننتي حتى تدقي على السكينة لا لا ما بيبقاش كده وجربوا امشوا كده بالخطوات اللي هي الملح والزيت دي اهم حاجة وهيحافظ عليه وهيخليكم ان انتو تقطاعوا التوم بكل سهولة تكسروه كده بكل سهولة تاخدوا من الكيس اللي انتو عايزينه وعملوا بقى الاكياس بالطريقة دي كده مش هتاخد معاك مكان في الفريجر خالص حطيها كده فوق بعض في الفريجر عايزة تصغري الكيس صغريه براحتك عايزة تعمليه كده نص الكيس زي ما انا ما عاملة برضو براحتك كل ما هيبقى متساوي كده ومتبطط اكتر في الكيس كل ما مش هياخد معاك مكان في الفريجر بإذن الله بصوا بقى انا عملت كياس كتير هون ما شاء الله والكمية لسه هنعبي بقيت الاكياس هنا كده كنت بوريكم ازاي بنقفل بطبق كده الكيس كده كم تطبيقه من فوق وبشيله كده في الفريجر مكان خالص بجد يا جماعة جربوا لطريقة دي واعتمدوها بجد هتبقى حلوة جدا معاكو سهلة جدا وهتسهل عليك كتير اوي في المطبخ يعني كل اكلاتنا او معظم الاكلات اللي احنا مستخدمها بجد بتحتاج لتوم تمام سواء بقى بتقلي بتنجان بقى مخلل بتعملي سمك بتجهز لأي حاجة محتاجها توم تدبيلة فراخ مافيش مطبخ يخلو من التوم بدل بقى ما تتعبي نفسك وتعودي تقشاري وتتعبي دوافرك وإيديك تحرائك والقشر والقشر تلاقي طاير هنا وهناك وتحت الكنب ويبهدلك الدنيا يعني من التأشير يعني انت بقى جبي كمية وتعودي تقشاري بقى كده واللي تحتاجيه او تعالقيه بقى في البلكونة في يعني ينزدلك قشر ولا حاجة في البلكونة وفي ناس اصلا ما عندهش بلكونة يعني انا من الناس اللي ما عنديش بلكونة اصلا في شقصي ماينفع عشان انا احط توم كده فلأ بجد التوم المفروم بيساهل جدا 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 خلاص انا كل سنة بصراحة يعني ماما في الاول كانت بتقشر التوم بس لأ بقى تتعب من تأشير التوم وبقى تزهق وبياخد منها وقته بيعذبها ودوافرة طبعا بتتعبها فلأ من ساعة ما انا ما بقيت افرمولها كده وبصراحة هي بقيت كل سنة بتفرموا معايا بيساهل عليها كتير جدا 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 اتمنى انتوا تجربوا الفكرة بتاعتنا دي النهاردة او جربوها بالفكرة بتاعت السنة اللي فاتت الفرم بتاعت السنة اللي فاتت برضو هسيب لكم الفيديو بتاعت السنة اللي فاتت في صندوق الوصف اللي فاتت